تتكلم بقى على مجموعة كسلوم الأفريقية تحديدة للمجموعة الرابعة والمجموعة الخمسة مجموعة الرابعة والخمسة صح؟ حقيقية الرابعة مع أساس خليفة والخمسة مع أساس محمود شاكر نبدأ بالمجموعة الرابعة نبدأ بالمجموعة الرابعة واخد وقت عشان ما ناخدش وقت كتير واخدش في الحاجات المهمة على طول لا عشان نوم أعمل حبيب القيمة السؤال للأربع فرق هتديني دلالة من الفرق الممكن الذي أنت تراهن عليها من قمة سوقية و أسماء النجم اللي فيها حتلاقي أن الجزائر فرقة دي المجموعة عموما بوركينة فاس و موروتانيا جزائر أنجولا القيمة سوقية قد معنا أن القيمة سوقية بتاع resort outlined 180 مليون يورو بوركينة 102 مليون يورو أنجولا 22 موروتانيا 6 مليون من القيمة سوقية أنا ممكن أرتب لك أن المجموعة ستمشي بالتأكيد أنجولا و موروتانيا مش قريبين قوي أن هم يدايقوا بوركينة وجزائر أعتقد فيه فرق وأعتقد أنها مجموعة. الصراع فيها حيكون بين المركز الأول بين الجزائر وبين بوركين. بوركينة برضو منتخب كويس جدا. يعني أعتقد يعني إن هي مباراة الجزائر وبوركينة فاسوها تبع على الأول والتاني إنما أنجولة بحالتها الأخيرة وموريتانيا بحالتها العامة وتاريخها بعاد شوية. صح. تعال نركز على منتخب الجزائر. المنتخب اللي هو مرشح عشان ما يكمل بعنا في البطولة إن ما إحنا عارفين إحنا بنتفرج على إيه؟ طيب. منتخب الجزائر أبرز إنجازه طبعا الفوز بكاس الأمم يا كريم مرتين ولعب فينال 1980 بغير مشاركته في كاس العالم 82 و86 و2012 و2014 فم مشاركتين متميزين جدا 82 لما خرج بفضيحة خيخون المشهورة في 82 ومحساركته في 2014 ووصوله أكتر فريق أحرج ألمانيا في البطولة يعني ألمانيا بطلة الكاس ما واجهدش مصاعف الفوز بالكاس قد مواجهة قدام الجزائر في دور الستاشر وقد مواجهة في الفاينال قدام الأرجنتين غير كده ألمانيا كانت لها ليهد بالحول يكفى ماتش البرازيل يعني طبعا فدي كانت من مشاركات المميزة طيب مين عميد اللاعبين تاريخيا في الجزائر نجم الكبير الأخضر بلومي برصيد 100 هدف مين برضو الهدف التاريخي اللاعب إسلام سليماني ودي قيمة الإسلام اللي هو موجود قد ايه مميز خلينا نخش في حاجة مهمة اللي هي طبعا معنا التأهل وصلوا إزاي تصدر مجموعة ومقفهم برضو بتصفات كأس العالم متصدرين الجزائر من فرق الصفة في البطولة وإن كان بشوف دايما المنتخب الجزائري عنده مشكلة كريم أما بيلعب في دول غرب أفريقيا ما بحسش منتخبات شمال أفريقيا مطبع قوي على دول غرب أفريقيا واللعب يعني احنا بنعرف نتعامل شوية مع دول غرب أفريقيا ونتمنى الصورة دي تتغير كان كودوفورو نشوف بطولة كبيرة من الجزائر والمغرب بطولة طبعا هي فصل بالبطولة في الجزائر وفي مصر وصلت وعملت أحسن أداء على فكرة الجزائر في 2011 كانت بتعمل أداء قوي جدا يعني من البطولات اللي البطل فيها كان مستحق تماما للجزائر طيب التشكيلتهم بقى عشان نتكلم شوية في الكلام الفني طبعا عندهم في حراس المارمة أنتوني بنديرة خط الدفاع المميزين عيسى ماندي ورمي بن سبعيني يوسف عطال وحمد توبة خط الوسط في جولي واسماعيل بن ناصر خط وصل قوي جدا ونبيل بن طالب وحسام عوار الهجوم إسلام سليماني بغداد بنجاح خط الهجوم قوي جدا وحسام عوار داخل المنتخب الجزائر جديد بالضبط هو أنا عايزيني أقول أنه دي الوجوه اللي الجزائر بتتتمد عليها ولكن مشكلة المنتخب الجزائر أن الوجوه دي مش في البيك يعني الرياض محرز مش في البيك بتاعه البيك بتاعه كان في قمة المستقعة في 2019 والممكن حتى في 2020 والموسم اللي فات أنا أصدي برضو النقلة للدول السعودي شوية ممكن تكون جابت من رياض محرز بغداد بنجاح برضو بدأ يعني السن إسلام سليماني ولكن الجزائر بتقدم لنا في البطولة دي وجه من الوجوه اللي أنا بقول هو لاعب للمشاهدة في الجزائر اللي هو محمد الأمين عمور ده لعب للمشاهدة ده لعب للمشاهدة في الجزائر ده الواقع الجديد اللي داخل على الجزائر مكسر الدنيا في أوروبا وأنا أعتقد أن محمد الأمين عمورة للمعلومة كان طلب مرسل كولر للأهلي قبل ما يتقلق في موسم الأخير الفترة اللي جات فيها اللي الأهلي جاب فيها قندوسي أو فترة انتلات اللي قبلها كمان كان محمد الأمين عمورة على لاستد النادي الأهلي وقف النادي الأهلي على فكرة أرقامه في التسجيل ما كانتش عالية ولكن سرعته الكبيرة جدا التطور التطور وبقى من النجوم اللي هي وهو هدف منتخب الجزائر حاليا واللاعب اللي زي ما نقول كده الدماء الجديدة القوية جدا بقى هو اللي بيمثل الجناح الثاني مع رياض محرز عظيم مشكلة منتخب الجزائر الوحيدة عشان نتكلم فيها بس كده اللي هي العصابات الزايدة من جمال بالماضي ومن اللاعبين ساعات بيخرجوا برة التركيز وساعات دي بتأثر حتى على غيابات في الجزائر يعني الجزائر غايبة عنها سعيب بالرحمة بسبب مشكلته مع جبال بالماضي غايبة عنها أمين جويري وياسين براهيمي والتلاتة جامدين جدا بس اللاعب في الجزائر يعني يجي يلعب ويبقى ليه دور يعني اما مش جاي ونحن المترجمات بشكل حتى على قرارة امين جدا